بالأجندة الاجتماعية بلوك نوتس اليوم مشاهدينا رح نلئدو على حدث مميز بعالم التكنولوجيا شركة بروكوميكس تكنولوجي جروب حصلت على جيزة عالمية من قبل شركة مايكروسوفت وهي مايكروسوفت country partner of the year 2010 تيخبرنا أكثر عن هالجيزة وعن تفاصيل هالحدث برحب بأحد مؤسسي شركة بروكوميكس السيد أسكار أبو شعية أهلا وسهلا فيه مغروك الجيزة أولا قبل ما نحكي عن تفاصيلها عرفنا شوي عن شركة بروكوميكس اللي تأسست عام 2001 مضبوط هي بروكوميكس بلشت بال2001 وبلشت بثلاثة مهنسين ثلاثة انجينييرز خلصوا جديد جامعة أنا مشالكتوعة وأنتوان الخاطر بلشناها لأنه كيف عنا سببانا صراحة كنا يعنو بدنا نفيلم لبنان يعنو كنا بدنا نعمل شي بلبنان ونبق فيه وبنفس الوقت لقينا أنه في نيد باللبنان والمنطقة لنوع الخدمات التي نقدمها نحنا للشركة فالثنان كانوا أسباب كيفية حتى نبدأ بهل نعتبر مغامرة لأنه بوقتنا كنا بعدنا ملاتفلي سبيكينغ صغير بالعمر وبالخبرة تبعنا فكانوا أسباب كفية لأنه نفوت بهل مشروع هيدا وكتر خأي الله بلشت بألف وواحد كانت مجازة في لألكم بوقتنا؟ كانت لأنه جديد بالمجال؟ لا، ليس جديد بالمجال نحن نسأل فترة عن نعمل نعم أنا وانتوان ومشارج والفكرة كانت جديدة بركي فكرة الابروتش كانت جديدة فكرة الابروتش كانت جديدة لا أحد كانت تعطي بهال مجال هيدا بهالطريقة هيدا نحنا كان الابجكتف تبعنا شغلتان ما في غيرهم أول شي هو البيست انترست يعني المصلحة أولا وآخر نتبع الكاستمر نتأكد دائما أنه هو مصلحته قبل كل شيء نحنا لا نبيع شيء مالذي يعني لا نبيع لا صفتور ولا هاردور ولا شيء نحنا كل ما نعمل تشغلتكن خدمات خدمات للشركات نحنا نعمل ما هي الخدمات أسكار؟ نحنا نعملون خدماتنا مقصومة للشركات أساسية واحد منهم هي استشارات ودير أسات يعني إذا فيه بروژيكت معينة هل هي البروشيونال سورفيسيز أجلل هي البروشيونال سورفيسيز ويطلب منكم شو؟ مثال.. يجب أن يكون لديه مالك سيستم معين مالك سيستم ما هي مالك السيستم لديه مالك تهتم سيستم على السيطة سيستم على محلية لأن trazتَقبط أقر وضع سيستم معي سيستم سيستم مثل الدشاة تشغيلة النتصر التي تساعدت التفتح ونحن ينضعات مجموعة التكتباة بالخصصة المستخدمات التواجهات أنت إستعملهم حتى يكونوا مجموعة بهذه المجميع نعم، بأن يكون مجموعة ومجمع ومجمعاً لأنه يدعم الدعم للفعل بأنه يمكننا أن نستخدم أجد التكنولوجية ونستخدمه أفضل الشركة وتستخدمون الأشخاص ومنه يخدمون أكثر التجارة الإنترنت كثيراً على جديد مالاً ومالاً. ما يمكننا الهدف على أن تساعد الشركات؟ أنا أسف بشكل مفضل. لا لا. أحبتك. ما يمكننا الهدف على أن تساعد الشركات على تقلال بحيث التحقيق من إلترنت واحدة من جواب الظنى يمكنهم أن يزالوا بحيث التحقيق على تقلال بحيث التحقيق من بره لحتى كامل نقدر نحمي هالشركات هذين ونقدر نعطيها يعني تقدر تشتغل مزبوط بكون افشنط باللبنان و بالمنطقة الآن الشركات الكبيرة المعروفة عندها هالخدمات أنتو اللي بيميزكم بي برو كوميكس أنه بتقدموا هالفرصة لشركات الصغيرة خبرنا كيف؟ نحن صراحة عندنا نحن السكتر طبعا الأساسي الفوكس طبعا الأساسي هو بالأساسي نعم لين الشركات الكبيرة؟ مزبوط من الزرق و شركات كبيرة وهذا لنا نحن صورة الأساسي كيف حدث يتم اعتذر عليم مستفقات ميكروسوف أرضنا بأننا تحصيح شركة تهيئة يونيبوكس وهم تعلقون يمتحون يوميبوكس يوميبوكس تهيئة تهيئة تق connects ويقل حركات ساعدة تتواجحة يوميبوكس ويجب حدثت تطبيع تنطيع النظر ويجب على تتطبيع هذا النظر يجب الى النظر يمكن أن أعطيها الشركة اليوم بإستخدام CRM أو ميلينج والنطاقة التي تقوم بها للتعامل ونحن نقوم بإستخدام هذه المنصف على التعامل ستقوم بإستخدام مستخدمين بالنسبة لمصر مع إستخدام المستخدم هزائران أخيراً PROCOMIX حصلت على جهاز عالمية من قبل شركة Microsoft وهي Microsoft Country Partner of the Year 2010 ما هي هذه الجائزة وعلى ما نلتوها؟ Microsoft كل سنة تعمل مؤتمر سبعة مؤتمر سبعة مؤتمر مؤتمر تعملوا كل سنة وهذا السنة كانت في واشنغتن في آخر أحزيران 100% نرى الآن الصور من هذه المؤتمر هنا مع Steve Ballmer هو CEO لشركة Microsoft نعم هنا مع ميشيل وعلى ألسون وعلى أحد مؤتمر مؤتمر هنا ميشيل ميشيل شركة شركة طوعة هو واحد من بارميرز كان موجود معنا خبرنا على شو قدوا هل جايزة هال جايزة هايدي ميكروسوف تطعطيها كتقدير كتقدير على السوربس اللي تعطيها الخدمات اللي بتقدموها نحن نقوير ميكروسوفتنا هالشه هالجايزة هايدي تطعطي على خدمات اللي عملناها وعلى الكميطمت متل عملناه دنحية الكاستمرز ونحية مايكروسوف التزام بين زباين وبين شركة مايكروسوفت لا يشارك الكثير على هشارة في سنة الماضية صراحة عملنا أكبر تسمر لنا كأننا كبرو كوميكس وحطينا بزنس بلان كثير قوي وكثير أجراسي لما بلشت وكنت برو كوميكس السنة الماضية عملتوا نوع من التوسيع إن كنتم تساعد الخدمات نعم صورتكم مريضا تماما نعم صورتنا عن ميكروسوفت وما ندفع كثير من الصدقات ما ندفع مايكروسوفت و لا كمان كومتل من نشوق اللي فارجاني لـ Microsoft للزبنة الأعلى اليوم شو علاقتكم بشركة Microsoft؟ يعني صرتوا بارتنر شركة؟ من أي ناحية؟ نحنا وعندما نكون مكروسوف تتعامل مكروسوف تتعامل مكروسوفة الناس يستطيع المكروسوف تتعامل مكروسوف مكروسوف بشركة مكروسوفة كما يمكن أن نحن معرفة أننا لدينا مفهور كفارات مكروسوف ومحفظات مكروسوفة و حلوانات خاصة مع مكروسوفت في هذا الموضوع و في 2010، أردنا بأن تنظر بإجراء أكثر من سنة الماضية و في حالة سنة هذا، سنحقق أكثر من الأساسي و في ميكروسوفت و في لبنان و في المنطقة ما ستعني لكم الاشتراكات؟ نحن كانوا تفكرون بشركات أهم شيئا، و ما استطاعنا بشركات أفضل لكن لذا كان هناك لبنان ولكن من الأنذى كان هناك عالم موجود كان كتير مهم لنا أنه مبرهن أنه لبنان عنده أشخاص وعنده ريسورس كفوئين أنه يقدروا بهالتكنولوجيا بهالفيلد هذا يبرهن على الحال ويقدروا يكون سباقين ومتأدمين عن غيرها في لبنان عم بسد على المنطقة لأنه بيقدر يلعب دور كتير ريادة بهالمجال هذا في المنطقة كلها يمكن بدوا شوية التوجيه الآن من ضمن التوسيع الذي قمته فيه السنة الماضية خدماتكم اليوم صارت تشمل ليس بس لبنان إنما كمان دول الخليج وبعض الدول الأوروبية مضبوط 100% نحن واحدة من الـ Expansions كانت لحطة نعمل فوكس أكثر على البنان الخليج وعلى أوروبا بأوروبا سنة إرباشي ثلاث سنين بقرأ برقة منشتغل هونيكي بفرنسا نغطي فرنسا وأصلا من أوروبا ونورت أفريكا وبالخليل أسوال يوجد عنا كمان صارت تشمل عنا كثير منيحة وصارت عنا صارت تشمل حلوة لربنان وناليا بريتاك هي تكنولوجي بول لكم ماذا تعليقين بينكم؟ بريتاك ياريت في بعض متلة كثيرة يعني عن جد واحدة من الأشياء التي ساعدتنا خصوصا بين 2005 و 2007 وجودنا هنا كثير مني نحن نقلنا على بريتاك في 2004 بريتاك بتقدم لنا أشياء كثيرة نحن قبل أن نقل عليها كنا نعملتها فيها يعني بريتاك في إنترنت أكسس 24x7 في UPSS في كهرباء في باركينج في هذه الأشياء التي كانت دائما نواجه عنا فيها لكن الأهم هي بريتاك أعطتنا محيط كله يعمل بالتكنولوجيا لذلك أعطتنا طريقة نقدر نتعاون بين شركات الباقية لنقدر كمان نقدر نقدم خدمات أحسن لزبونات للكسم مبروك الجيزي مرة جديدة لك أسكارو لشركة بروكوميكس تكنولوجي جروب وإن شاء الله المزيد من الجويز إن كانت محلية أو عالمية أهلا وسهلا فيك شكرا لك